اشتركوا في القناة في خطاب مواجه للمقاومة الفلسطينية بعد انتهاء الحرب في علاء غزة والذي استمر 11 يوما حيث ظهر عليها اعراض مرض وصعوبة في التنفس الامر الذي اصار العديد من التساؤلات وسط الجمهور في العالم العربي واكدت المصادر ان حسن نصلى بصحة جيدة واخبار التدهور حالته الصحية الليلة الماضية شائعات ولا اساس لها من الصحة مشاء الى انه يتابع ما يجرى عن كذا كما نفت الاخبار المنتشر بين النشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول اصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مؤكدة انه الصعوبة في التنفس اثناء خطابه نتيجة حساسية نتيجة التقلبات الجوية واشارت الى ان توزيع الماء والخبزة على نية شفاقه بعد اللقاءات المترفزة احتفالا بذكر تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الاسرائيلي حيث اعتذر خلال اللقاء التلفزيوني نتيجة السعال المتقطع اثناء خطابه الابر الذي يجعله يغيب لفترة طويلة على الانظار وكان نجل امين الله نصر الله جواد قد نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل تويتر بعد خطابه يطمئن فيه الجمهور على صحة والده كائلا مجرد حساسية طمئنه والسلام عليكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله